السلام عليكم في برنامج دردشة ويدادية هذا البرنامج اللي درناه خصيصا باش نبقاه ونجاوبه على الأسئلة ديالكم والتعليقات اللي كتحطوها في القناة أكيد غدي نستمر بالنشر ديال هاد المحتوى اللي دعمتوني بالتعليقات الجميلة ديالكم والإعجاب والسبرتاجي والفيديو تقول لأصحابكم دخلوا على دردد الويدا ديالي المهم اليوم قررت أنا ننهضر على الماتشليفات ديال الويداد الرياضي ضد فريق السوالم كيف كيعرف الجميع في النتيجة ديال الويداد الرياضي في الماتشليفات كاتم زيانة وخغير هدفه زيره ولكن الحمد لله على ثلاثة نقاط شفنا أن فريق الويداد الرياضي واللي كي يخرج يلعب كورة شفنا دراري اللعبه في الفرقة وفرحونا اللي مكانت شمع طياه من الفرصة في الماتشات اللي فاته وهذا شيء غاي خلينا نتساءله واش المستوى ديال فريق الويداد الرياضي غادي يتطور مع هاد المدرب الجديد باش نكونوا صريحين في الإجابة على التسؤال فما عرفناش حت الصراحة الجواب غادي يكون مركب بزاف وكان بزاف ديال احتمالات ولكن كل المؤشرات كتدل بأن هاد المدرب غادي ينجح مع فريق الويداد الرياضي ما غاديج نعيقه بزاف وننظره على الألقاب والإنجازات اللي غادي يحقق فريق الويداد الرياضي دكشي بياد لاحنا معلينا غير نخدمه ونكبره بالفريق ديالنا ودكشي إن شاء الله غادي جي كم مجال عملي فات بالنسبة لواحد الحاجة علش أنا قلت أن الويداد الرياضي المستوى ديالو غادي يتطور باش نجاوبكم على هذا السؤال خسكم تعرفوا أن كأس العالم الأندية مبقاتش ليه شهر قل من شهر وغادي يبدأ إن شاء الله واللعبين كاملين بغين يشاركوا في هاد الكأس العالم كما كيعرف الجميع فزهير الموت رجي تصاب وما غاديش يلعب هاد الكأس شو واحد غادي يقول لي يا واتش قرب كأس العالم المستوى الويداد الرياضي لها التخربق كامل قلينه أشه هدي يوقع واشه هدي نشوف الويداد الرياضي في كأس العالم بحال هاد الماتشات اللي فاتو باش نفرحكم للا غادي نشوف الويداد الرياضي غادي تفرحنا في كأس العالم أعلاش هذا سؤال خاص بزافت لهذا mów لكن غادي نحاول أن ننقلص باش مكان باش تفهموا الفكرة اللي بغين ما نوصل لكم وفي نفس الوقت يكون الفيديو قسم نراجعوة الزهير المترجي زهير المترجي تصاب ما غاديش يكون حاضر لكأس العالم وكأس العالم كان بغي يحضر له يعني ما كراش ولكن الإصابة غادي سبعده خلينا مهنات شي واجهي مشو وحد الحاجة آخر وغادي نبعد بزاف وغادي قول يا فين مشيتي شفنا المنتخب المغربي في الماتشات دي الكأس العالم شفنا شوقع يعني سبعات الماتشات ترسوا بزاف اللاعبين وتصابوا وخاك بقوم قاتلين وداروا إنجاز كبير أشنو تقارب بين المنتخب والويداذ الرياضي أوكي ده بغنا هضروا على التقارب ووجه الشبه بالنسبة لأي لاعب كما كان وخا يكون ما بغيش يبقى في الفرقة ولا يكون بغي يبقى في الفرقة فهو كي يبين كل ما لديه في التظاهرات العالمية يعني كأس العالم دوري أبطال إفراقيا الكؤس العالمية كاملة يعني دي المنتخبات وكذلك دي الأنذية علاس حيث القيمة السوقية دياله كترفع وكيكون قدام جميع الأعين وجميع المناقبين على المواهب كنظن أنني قربت نوصل الفكرة ديالي شو واحد غي يقولي يا أوه صافي لويداذ بغيني بينه يعني غادي لا سبار ديال اللاعبين ديال الوداد والمدريب والرئيس وكل شي كيقولك حنا مركزيش على كأس العالم وحنا مركزين على البوطولة ما غديش ناقشكم في هذة الفكرة وممكن أنهم يكونوا يقولوا هاد شي باش فراي يكونوا يعطيوا شوية تركيز على البوطولة حيث كما كيعرف الجميع ولو ما عارش ما كيعرفش فالحاجة مني كتقولها كتولي شوية واقعية يعني كتقول أنا مركز على قرايتي واختكون كتضيئ وقت غير في الأفلام فرايك تحاول تركز على قرايتك دك صadı كذير المدريب يعني كيوجدهم نفسيا كيقولك �نا مامركزينش على الكأس العالمية احنا مركزين على البوطولة إيه نقدر نقول كأنهم مركزين على البوطولة ومركزين على النتائج ولكن واحد الحاجة غدي تخليهم مركزين على الكأس العالمية لعبين يخافوا أنهم يتصابوا يعني كيلعبوا الماسه ديال البوطولة وهو ما خايفين يتصابوا ومايكونوا أش حاضرين في كأس العالم وهنا غدير شوية زهير مترجي الإصابة اللي غاتبعده على كأس العالم وهي اللي خايفين منها بزاف اللاعبين ودك شعلش ممكن أننا نشوفه بعد اللاعبين لمستوى ديرهم نقص فكونوا أكيدين أكيدين أن مباشرة من كان هضر بالزربيك سموحات كونوا أكيدين أن بعد النهاية دير كأس العالم غاد يرجعوا النجوم دير الويداد للتواهج ديرهم المعهود بليز هنا غير كان حلل رمشي هضرت مع اللاعبين وقالوا لي هاتشي ولا أنا طبيب نفسي كان هضر غير دك شلي كيبال لي ومن تحليل منطيقي كنتمنى أنني نكون نوصل لكم هاتشي منطيقية بش ما ينزلوش عليها شي تعليقات يقولي يا تامين كديبات الهضراء المهم هاتشي تحليل لك شلي كنشوف أنا ما شي كنقول أن اللاعبين كيوجدوا الجهد ديالهم بش يلعبوا في كأس العالم أنا كنقول أن الجهد ديالهم ما عطينوش في البطولة ماشي هما ما بغينش يعطيوها ولكن بحل قلتي هاتشي كيبان يقدر يكون بالصح يقدر ما يكونش بالصح كيلا غي يتفق معي كيلي يقولي يلا ولكن تتسري كأس العالم وذاك سعر رجعه للبطولة ولما تتحقق حتى حاجة رجعه لهذا الكومونطير هاتشي وقولي يا انتا غير كتخربك غير حبس هاتشي ما بقى تجد ديره اوكي نكمله واحد الكومونطير تكون كومونطير هي بزاف واش هاد اللعب ديال الويداد بحلا كده غنشوفوه في كأس العالم ولا لعبنا مع التحاد والتحاد لعبت معه فلانة ولا بحتها بستلزيرو شوف بالنسبة الويداد في كأس العالم والفي دوري ابطال افريقيا ماشي هي الويداد ديال البطولة قبل ايام قليلة من بداية كأس العالم دابا واخي يكونوا مركزين على البطولة ودك شي كامل فالعقل ديالهم يعني بشكل لا ارادية غادي يمشي التظاهر العالمية وما غاديش يبقى مركز كليا مع الماتشات ودابا كيعرف الجميع فالجمهور ما كينش هاد المشاكل هادو نساوهم نخليهم يعني لكي يكون تأثير كبير ديال عدم حضور الجماهير على نتائج ديال الفرقة وعلى يعني طريقة اللاعب كيما كنشوفوا قاع الماتشات وخاقاع كتكون طريقة هي هادوك ولكن يعني زيام المعليق كي بيضرب حاك كتسمعوا والحسوني ومرر مرر لي الكورة دك شي مكن سرمش منك يكون الجمور خرجت على السياق الرجل الرجل دابا جيني غالمو بالنسبة اللاعبين كيما قلنا خايفين من الإصابة ليعودوا ما يشاركوا فش في كأس العالم مالي غاد يكونوا مشاركيين في كأس العالم وش يكونوا خايفين من الإصابة باش ميشاركوا فش��게요 خربقطها مش غادين يكونوا خايفين من الإصابة باش ميشاركو فش أوكي عودت خربقطها ما غن文طيش هاتشي غنخليه مالي غادين؟ها موسيقى سيكم One ToyisetRari بليز بليز كو مونطي وزع ما موانطيه ذاك شي باش تخليوني تثمر إن شاء الله مش غادين يكونوا خايفين من الإصابة باش ميشاركو فش في كأس العالم ولو تضاهورة أكبر تظاهرة ممكن يشارك فيها اللاعب محليا أو أكبر زي ما تظاهرة ممكن يشارك فيها اللاعب يعني بالنسبة للمغرية فهي استعلم لي الأندية يعني غير يعطي كل ما في جهده وخي غير يترس عنده هانية حيث هو أصلا شارك ضيزة فهمنا ذلك الفكرة كيف أشياءك يعني غير يعطي كل ما لديها وخبذنيا يموت وخي سوف يمشي غير يعطي كل ما لديها ماشي بحل البوطولة مثلا أعطيت للفرقة كل ما لديها فماتش واحد من ثلاثين ماتش من البوطولة فغادي يقلس لماتش جاي كمما طاري دابل حسوني أوكي ماشي الحسوني كمما طاري دابل المترجي وكمما طاري غير باش تعرفوا أنني كنهضر بلا سكريبت بلوالو كنهضر هاتش من رأسي سبحالله كمما طاري البولي سامبو كمما طاري الزهير المترجي أوكي دابا فهمنا القاضية دابا غادي اللخص هاتش اللي قلنا كامل ملخص بسيط زوين اللاعبين ديال الويداد لاعبين آه لاعبين في البوطولة وباغين يحقوا النقاط وما باغينش يضيعوا النقاط ولكن في نفس الوقت كنوحد التظاهرة اللي كبيرة وخاصهم يركزوا معها اللي مقاش لي بزاف يعني ما خاصكش تهرس اللاعبين ما خاصهمش يتعطبوا بزاف وخايقوا المدرب أننا مركزين على البوطولة آه أنا متافق مركزين على البوطولة ولكن في نفس الوقت ما خاصش يتعطبوا لك اللاعبين باش ما تبقاش أمبان يعني كماش ندب الزهير موس رجل تعطب مش هاتلويدا تجري كتتقلب على لاعب يعني هكا كيلا تعطب لاعب آخر فمثلا نقوله يتعطب مثلا الحاريس ولش حاجة هتشي تجري تقلب على الحاريس اه تشريه إلا كم كانتش مثلا عنده حاريس تاني ولش حاجة ما علينا خلينا ما تشي تفقى غادي تلعب إن شاء الله كأس العالم عقلوا على هذرتي غادي تلعب كأس العالم بوحد لقرينتا كبيرة اوكي غادي نجبدو الراجا الراجا مني كأس العالم 2013 وصلت نهائي ديال كأس العالم ضد من لعباته ضد بايرن ميونيخ وعقداته وكتغديها احنا كان هذر ويدا دي ما في يجدك العيبة دي لا وراجا ويانا نقول لي شوف خلينا ما ندكشي بالنسبة للكلاسات انا عطيكم بل كلاسات اللي بيت ولكن خلينا ما ندكشي وانه هذر يعني في المنطيق وبلا عطيفة يعني الراجا دار الدكسي نرمال مواش خاصة دي في البوطولة خاصة دي تسعين نقطة لا دا سيطوان داك العام مني كاتر راجا وصلت لكأس العالم لالاندية في النهاية دياله وما درت انجاز قاري ومع داليك وصلت للنهاية كدرت لها داري خاصكم تعرفوا ان الويدات ديال البوطولة مش هي الويدات ديالكأس العالم غير تاحوا من هذر ناحية والويدات ديالكأس العالم في المغرب وقدام نجمهور ديالوينرز اوكي ما عدي ما نقول في هات اللقطة غادي نخلي الوينرز هويلورد لنا ونساء الله نتمنى لكم فرجة ممتعة في كأس العالم نتمنى ان الويدات دي حقق هاتش اللي قلت انا يعني غادي نرجعوا من كأس العالم غادي نحيحوا في البوطولة غادي نديوا البوطولة الثالثة على التوالي بزاف يعني البوطولة رقم 23 في التاريخ يعني غير اوكي النزمة الثالثة زي ما انتعطلوش بزاف زعمات وكون عندي ديك اربعين عام تقول لنجمة الثلثة قل مهم تلاوا الدرية في راسكم ما تنسوش انكم سبارتاجي والفيديو مع صحابكم قوليهم راه واحد دري خرج لي العقل بدا كي تنبأ بالمستقبل وليش العيبة بحق دا مهم تلاوا في راسكم الدرية ما تنسوش انكم تديرو أبوني راه بزاف كيتفرجو ما تديروش أبوني كي حسابين ممكن عرفهمش راه 80% ديال الدرية اللي تتفرجو ما تديروش نابوني واي كنا عرفكم اكتر من 80% جوبونس المهم ما علينا غادي نتحقق منا ونقول لكم في الفيديو الجاي ما تنسوش انك تدير أبوني ما تنسوش انك تدير جام دير الجرس بش تواصل بقع الفيديوهات ديالنا وآه كنديرو تل أخبار تلاوا